بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنفرد بالألوهية والربوبية لجميع الخلائق فلا إله غيره ولا رب سواه واحد أحد واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الذي قاهر بعزيه وقهريه جميع الكائنات وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعلوه وقدرته كل المخلوقات فلا يتصرف منهم متصرف ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بمن شيئته الجميع تحت غهره وهو القاهر فوق عباده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الإخوة والأخوات المشاهدون لفضائي الطيبة القناة الطيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتكم وبركاته وموضوع حلقتنا اليوم في أحكام الصيام وفضل الصيام وآداب الصيام أولا أحكام الصيام الصيام في اللغة معناة الإمساك مع النية وفي الشرعي الإمساك من المفطرات شهوة البطن والفرق من طلع الفجر إلى غروب الشمس وينقسم الصيام إلى أربع أخسام واحد صيام رمضان هو صيام فرضي صيام رمضان اثنين صيام الكفارات ثلاثة صيام النزول أربع صيام التطوع دي أنواع صيام الأربعة أولا صيام شهر رمضان صيام شهر رمضان فرض على المسلم الآقل البالغ سواء كالرجل أو امرأة وهو فرض بالكتاب والسنة وإجماع الأمة بالكتاب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وبالسنة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة ويئتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أما لإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب صيام شهر رمضان وهو معلوم من الدين بالضرورة وأن من أنكر صوم رمضان صار كافرا مرتدا خارج عن ملة الإسلام بالإجماع وجد تحذير الشديد في النزول أبي يترك صيام شهر رمضان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير عزر ولا مرض لم يغضيه صوم الدهر وإنصامه قال الإمام الحفظ الزهبي عند المؤمنين مقررون أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا عزر فهو شر من الزان ومدمن الخمرة ويشكون في إيمانه ويتهم نهب الزندق والإنحلال وفي فضل صيام قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا هذا النداء من الله جل وعلا لعباديه المؤمنين خاصة ناداهم بلفظ الإيمان ليحرك فيهم مشاعر الطاعة ويزكي فيهم جزوة الإيمان يا أيها الذين آمنوا وربنا تبارك وتعالى نادى المؤمنين في القرآن بهذا النداء العظيم تمانية وتمانين مرة وأي نداء يأتي بعد أمر أو نهي ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا سمعت الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا انتبه إما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه في هذا النداء أمر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ومعنات يا معشر المؤمنين يا من آمنتم بالله ورسوله وصدقتم الله ورسوله فرض عليكم صيام شهر رمضان كما فرض على الأمم قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون أي لتكونوا من المتقين لله الخائفين من الله المؤدين كل ما فرض الله لأن الصوم فيه زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة ويسمو بها ويرقى بها إلى أعلى درجات كمال الإيمان وهي التقوى وده المقصود من الصيام يبقى المقصود من الصيام هو تهذيب النفس وتدريبها وترويضها وتطهيرها وتهذيبها للوصول إلى درجات أعلى كمال الإيمان التي هي التقوى وكمان الزول في رمضان جاهد نفسه كالتر من قراءة القرآن وذكر الله وأعمال البر والخير كمان يترقط إلى الدرجة الأعلى هي درجة الإحسان كما قال عليه الصلاة والسلام لما أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه ودرجة الإحسان هي أعلى درجات ما قامت الأصفياء والزول يوصل بعد ما يصل للتغوة يترقى إلى درجة الإحسان يبقى فالنجاهد نفسنا في هذا الشهر العظيم شهر الصيام والصيام زي ما ذكرنا في الأول أنه عنده ركنين أساسيين الركن الأول أن الإمساك من المفطرات شهوة الوطن والفرج من طول على الفجر إلى غرب الشمس ولا بد النية تكون من الليل أي وجعا حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له يعني الظلمة جزم بالنية من الصيام بالليل ما عنده صيام يبقى ولذلك نصيحة لكل أخوانا وأخواتنا عصان صيامنا وكون تمام ومقبول عند الله تعالى نبدأ بالنصايح أنه طبعا جرت العادة عندنا في السودان كل آخر يوم في شهر شعبان في لقنا عليا من كبار العلماء في السودان واللجنة دي تجتمع كل يوم 29 شعبان وقدام الأجهزة المتطورة وتتبع أخبار العالم نحن في اليوم دي يوم 29 شعبان ما نستعين نوم ننتظر اللجنة دي تقول لنا شونه قال اللجنة دي زاعت قالت لنا بكرة أول يوم في رمضان طوال زول يعمل النية بقلبك تقول اللهم أني نويته صيام شهر رمضان كله إيمانا واحتسابا نويته صيام غد والنية دي بعض العلماء قالوا تكفيك شهر رمضان كله وبعضهم قالوا نجدده كل يوم أما إذا كان زاعلين قالونا لم يثبت شرعا الصيام نكمل شعبان 30 يوم نقول سمعنا وأطعنا نكمل شعبان 30 يوم ما نخلف قرار اللجنة دي لأنها مختارة ومفوض بها التحري ليلتها الرمضان أها بعدينك الصيام لا بد كمان الصيام اللي هي من اللكل والشراب شهوة البطن والفرج منظل على الفجر إلى غروب الشمس يبقى كمان من جانب الصيام من اللكل والشراب المسلم يصون جوارح من المحرمات وأكثر الحياة بتأثر في الصيام يا أخواننا التعدي على أعراض الناس وأموال الناس ودماء الناس يبقى دي من الحياة التبطل الصيام ومن أعراض الناس الغيبة في حق الناس والغسف الناس واتهام الناس وإساءة الظن بالناس يبقى نحن ما مكلفين نفتش عيوب الناس ونبحتر ونتحدث بيها مطلومنا نفتش عيوب نفسنا ونصلحها أي نتغضى النظر عن تتب عيوب الناس لأن الغيمة تضيع السواب بتاع الصيام أخوان والناس بالباطل كذلك يضيع السواب الصيام لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعمه وشرابه والزول لما يصم من اللكل والشراب ويطلق لسانه وعضاه في المعاصي يكون أدى الفرض لكن يحرم من السواب أما الزول اللي بيأخذ السواب الكامل بجانب الإمساك من اللكل والشراب يمسك جوارح من أي حاجة حرام ويشغل نفسه بيذكر الله بطاعة الله ويبقى دائزة الصيام بعدين كان ينمر سريع كده ليه أهم أحكام الصيام الحياة التي تبطل الصيام أولا رفض النية يطل الصيام رفض النية معناته زول صايم بس يقول لك أنا قررت أفضل بقلبه كده باللسان خلاس صيام بطل يسموه العلماء رفض النية أي لابد النية دي تكون نية الصيام دي منعقدة لأن ينطلع الفجل لغلوب الشمس برضو نصيحة كمان تاني هامة جدا نقول لأخواننا الصائمين اللي هو أنت السحرت ورقدت نمت بدري وبعدين كاصحيت من النوم لقيت نفسك عشطان ما تأكل ما تشرب إلا بعد ما تتأكد أن الفجر طلع أو ما طلع لأنه قده مهمة جدا أخوان لأنه يوميا تجينا سؤال متكرر واحد متكرر قال له زولي يقول لأنا صحيت من النوم لقيت نفسك عشطان شربت الماء بع الشويل ما شربت الماء سمعت الناس يقيموا في صلاة الصبح سمعت الناس يقرأ في صلاة الصبح سمعت الناس يقيموا صلاة الصبح يبقى دي يدل عليه شنو يدل على أنك أنت يا أخي ما مهتم بالصيام والصيام دي أمانة من أهم وأخطر الأمانات الصيام لأنه سر بين العبد وربه ممكن أن أقش الناس وقلوا لأنا صايم أدخل أكل واشرب وقلوا لأنا صايم يصدقوني لكن ما عملت الحركة دي ليه لأنه صايم لله يبقى أنت في الحالة دي لابد يكون صيامك كامل لله هاي لقرر النقطة دي لأنه مهمة جدا يا أخي أيها أخوان أخوتنا المسلم مصيحيت من النوم بعد السحور لقيت نفسك عشطان جعان ما تأكل ما تشرب إلا بعد ما تتأكد عين الساعة كم وشوف الفجر يطلع الساعة كم لقيت الفجر لسه ما طلع أكل واشرب أي لقيت الفجر طلع كك توقف أولا لك أي كذلك من آداب أحكام الصيام الزل لو نسى أكل أو شرب يعني يواصل صيام الصيام الصحيح لأنه كمورد في الحديث من نسي وهو صائم فأكل أو شربه فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه أي دا نسى كذلك عندنا الغي عمدا يطل الصيام غلبا ما بيطل الصيام يعني الزل تقل في السحور بالنهار كده بطنه جالة جالة جاه الطمام وغزبا عنه رورور قم طرش دا يمصمس خشمه ويواصل صيامه ما يرجع شيء من الضلع دا أي يمصمس خشمه يتفل مرتين ثلاثة وياصل صيامه صيامه صحيح أما إذا كان تقل في السحور لقى بطنه من ميانا دخل أصبع في حلقه تعمد الصيام صيامه بطن يمسك له حرمة الشهر بعد العيد يقضي له يوم كذلك نقطة مهمة جدا أخوانا الصائمين عندنا طبعا الإسلام رخص للمسافر أنه يفطر في السفر لكن العلم قالوا الصيام في السفر أفضل من الإفطار والإفطار سنة لكن النصيحة كل العلم قالوا أنت ما تصبح صائم إلا بعد ما تشرح في السفر ما تفطر إلا بعد ما تشرح في السفر ونضرب لنا مثال زول مسافر لسنار واش حاجة تذكرت باكر في المين البري البص يقوم الساعة كم يقوم سبعة صفاحة أنت ستة ونص تكون في المين البري هذا جلد قطعت سكرت المفروض يصحى من النوم يصحب الليل يصحر يصحر وينوى صيام يقول نويته صيام غدا ويصبح صائم شي شنطه يجي المين البري قاعد البص لعنجل وصل البص يلا أركبه يركبه صائم ما يفطر ما يقول نالخلاص صراحة بيستفل لا يبدل قاعد في المين البري لغاية البص ما يجي من القراش البص جاه طوال تركب البص وتكون قاعد في البص صائم لغاية ما الركاب يركبه كلهم وركب السواق ودور العربية وقال للمساعدك فل الباب يا ولد والبص طلع من باب المين البري أنت في الحالة دي أصبحت صائم المذاهب الأربعة قالوا مادام أصبحت صائم ما تفطر تكمل اليوم ده لكن قالوا لو أفطرت يجوز وعليك قضى يوم واحد بس دي نقطة مهمة جدا أخوانا اللي لاحظة لأن بعض الناس يخد تسكرتي في جيبي صحولي بسحور أنا ما بيستحر ما لك ما أنا صائمة شايفين تسكرتي في جيبي ويصبح الصباح يطلب من البست ويليك قباية الشاي ويشير بن فاطر ولست الفجر طلع لسه لا سوك لا لبس به الملابس ولا شيء لا دي عليك القضى والكفارة اللي عملته كده أي دي نصيحي أخوانا أن تنبه ليه عشان صيام يكون كامل لين الصيام ده أمان بعدينك بلع اللي أريك ما بيبهل صيام اللي إذا كانت تتوضيتها بعد ما مركت مويت المضمدة ما تبلع ريك دوالي تتفن مرتين ثلاثة تضرد البزاقة اللي تلخبت مويت المضمدة بعد داك الريك اللي يجيك تبلعه قحن قحن جاك البلغم داك ما تبلعه أتفنه غالبك ريح ما بيبهل الصيام بعدينك سؤال الحقن كلها أنواع الحقن بنسلين سكري بتاع كل الحقن ما بتأثر في الصيام ما عدوا حقنتين متهمات اللي سوء حقنة بتاع الفيتامين كبيرة كده ضبائف اللي في الوريد دي زولي عنده ضعف دي خليها بالليل الدريب خليه بالليل هاي اللي دي فيهم ثم خلاف من العلماء أما سوات القطرة في العين والسواق بيدي عندنا المالكية شددوا في موضوع الصيام قالوا المرأة المسلمة دي سوت كحل في عين حسد بطعم الكحل في حليقة صيامة بطل سوى قطرة في العين في اللضان حسد بطعمها بطل والعلماء التانين قالوا ما بيبطل بيبطل الشيء ليوصل المعدة ودي ما بتوصل المعدة لكن أترك الشبهات أفضل القطرة دي نسويها بالليل الكحل نسويه بالليل أي حاجات اللي فيها رحة قوية دي نخليها بالليل الطلح والدخان وحاجات نخلوه بالليل هذه من الحاجات اللي هي اللي يعمل حسابه فيها عشان الصيام يكون صحيح تمام وبعدين كخاننا نجي ليه الحامل والمرضع جاء في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإمام بن رشدي ما ياتي الحامل والمرضع إذا أفطرت ماذا عليهما فاختلف العلماء في هذه المسألة على أربع مزاهر المسحب نور واحد اللي يطعماني ولا يغضياني وهذا مسهب عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ومعاه خمسة من كبار علماء التابعين الحامل والمرضع يطعماني ولا يغضياني المسحب الثاني مسهب الإمام ابو حنيفة الحامل والمرضع يغضياني ولا يطعماني المسهب الثالث مسهب الإمام الشافعي الحامل والمرضع يطعم يغضيان ويطعمان المذهب الرابع مذهب الإمام مالك الحامل تقضي ولا تطعم المرضع تقضي وتطعم أها في الحالة دي انت اختهر يمكن الحالة دي عندنا الدكتور عبدالله الزبير عبدالرحمن من كبار علماء السودان عنده كتاب اسمه سؤالات الصائمين في صفحة 107 إلى 109 جاء يعني مالك كتير جدا لميل عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر واستدل بأن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس ومعهم خمسة من كبار علماء التابعين سعيد بن جبير وإكرم ومعه عدد من العلماء التابعين على أن الحامل والمرضع يطعمان ولا يغضيان لكن شوف لاحظت في الكلام اللي قدتوا إنه لإما الأربعة إنه الحامل والمرضع تقضي لكن اختلف بعضهم قالوا مع القضاء تطعم بعض القضاء تطوب هنا زي ما ذكرت لك إنه عبدالله الدكتور عبدالله الزبير عبدالرحمن ما الميل شديد على أخذي برأي الصحابة إنه الحامل والمرضع يطعمان ولا يغضيان عندنا الدكتور عبدالحي برضو من كبار العلماء السودان على أن الأولى الحامل والمرضع يغضيان حسب رأي الأئمة الأربعة عندنا الدعاء مولانا عبدالجيبار المبارك عليه رحمة الله كان سلق طريق وسط بين المذاهب الأربع وبين الصحابة قال الحامل والمرضع كان طلع فتوى الحامل والمرضع إذا تدبل لها ثلاثة رمضانات تضعم رمضانين وتصوم واحد هذه الأراء العلماء اللي قلتها لك تختار يبقى خلاصة الفتوى على الكلام إنه العلماء نقسمه لصنفه الصنفة الأول اللي هي الأئمة الأربعة الصنفة الثانية عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر ومعاه خمسة من كبار علماء التابعين ديلا لو خدت بني منذاهب الأربعة إنك تقض الحامل المرضع تقضي بس أخدت بني عبدالله بن عباس الحامل المرضع يطعماني ولا يقضياني وكل ده أرى صحيحة أخذت بيها كل جائز ونواصل في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة